موسيقى موسيقى اللي بغيت نقول كان واحد اجتماع مع مصيرين فريق الرجاء البيضاوي الحمد لله كان اجتماع ايجابي لا بالنسبة لي لا بالنسبة لهم كانت واحد تيقة اللي هي كبيرة لا بالنسبة لزكريا حضريف ولا بالنسبة للمكتب الموسير فريق الرجاء البيضاوي انا اللي بغيت نقول هو البارح كان في الماتش ديالنا مع فريق الويداد البيضاوي كنت شدرت واحد الحركة غير ارادية يعني ماشي ديالي وماشي ممعوش على ندير انا بحل هذك شي ولكن كانوا عواميل اللي دفعوني خلاوني ندير هذك الحركة اللي غير ارادية من هذا المنبر كان بغين اعتدار جميع المكتب الموسير جميع الزملاء اللاعبي اللي كان احترمهم كل احترام كان اعتدار الطاقم تقني كان اعتدار الجمهور الكريم اللي ساندنا و اللي عاوننا و اللي عاون الفريق ديالو اعتدار تام كامل كم مهت камن بالنسبة لو جوه ذك توني كانت واحد الحركة لانا زكريا هدرك حيض ال قميس و حطيته فالأرض اه ونازل الهذراو وقالوا ان بغيش تفعل توني محتار موش لا 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 بالعكس التوني ديال الرجاء البيداوي اللوغو ديال الرجاء البيداوي لعبت به وديت به كأس الهرش وديت به كأس الكنفيدرالية الأفريقية ولعبت به أحسن ماتشات والتوني علي كبير نمرة سبعة وغدي بقى خالدي نعدي في الدين ديالي بالنسبة الناس اللي قالوا بغيت نعفط على التوني هذا ما نقدرش ننسي التوني ديال الفريق الرجاء البيداوي كنحتارم اللوغو ديال الرجاء البيداوي القصد ديالي والأفكار ديالي جبت التوني وطويتو وحطيتو الدين ديالي قتلي يومز معاكين لما بغيتو الزكري يا حدراف ها هو احتراما وتقدير عليكم ها هو التوني ومشيت باش نتفلع للتوني ولا نشير بالتوني بحال هاكا ولا نعفط على التوني ولا أبدا ماشي من العويد ديالي وماشي من الأخلاق ديالي الناس اللي كيقولوا راه بغي يمشي راه مانقاش بغي يلعاب أنا ما تنفكرش بحالكا بقي في الرجاء البيداوي بقي تنحمل قاميس الرجاء البيداوي تنحتارم العقد ديالي ديال الرجاء البيداوي وإن شاء الله القادم أحلى وإلا ترى شي حاجة أنا وخويا راه خويا هاداك الأم من اللي كتكون في المنزل ديالها وعندها جوج ولاد راه كيكونوا عزازين عليها بجوج وخويا غيكون دائما عزيز عليها وقع سؤتها في هوم تصلح بيناتنا كنت مننا من الجمهور الكريم يستوعب بأنه إحنا راه فرقة كبيرة وفرقة بجمهورها باش حنا سوف نقول هذا الشيء وكان نعتادر مرة أخرى نعتادر التام